كوريا الجنوبية وجهة أسيوية رائعة تتجلى فيها الطبيعة الخلابة تشتهر بمناظرها الساحرة حيث الجبال الشاهقة والشواطئ البكر والجزر البديعة مثل جزيرة جيجو المدن الكورية مثل سيول وبوسان تجمع بين نطيحات السحاب والأحياء التقليدية مما يمنحها طابعا فريدا تضم كوريا الجنوبية عددا هائلا من الأماكن السياحية والمساحات الطبيعية الجميلة مثل التكوينات الصخرية والمروج الخضراء والغابات الكثيفة في هذا الفيديو سنتعرف على أولا أهم المدن التي تستحق الزيارة في كوريا الجنوبية ثانيا أهم المعلومات مثل الفنادق المطاعم الطقس المواصلات وغيرها واحد سيول عاصمة كوريا الجنوبية مدينة حيوية تجمع بين التقاليد العريقة والحداثة المتألقة وتشتهر بأفقها المذهل الذي يضم ناطحات السحاب الحديثة والمتاحف القديمة حيو جانجام النابض بالحياة أحد أشهر معالمها ويعد مركزا للتسوق والتمتع بالمطاعم الراقية يوفر قصر جيونج بوك جونج لمحة عن تاريخ كوريا العريق علاوة على هندسته المعمارية الجذابة وحدائقه الجميلة تضم سيول نهر الهان الشهير بإطلالاته الأخاذة حيث تتناثر المتنزهات الربيعية على ضفافه وتعرف سيول أيضا بنظام النقل العام المتطور والكفة مما يجعل التنقل فيها سهلا ومريحا ثاني أكبر مدن كوريا الجنوبية وتشتهر بموقعها الساحلية وشواطئها الرائعة تجمع بوسان بين الطبيعة الحضرية والمناظر الخلابة الشهيد على ذلك شاطئ هايونداي الشهير بمياهه الزرقاء الصافية ورماله الناعمة الهندسة المعمارية الحديثة والبنية التحتية المتطورة تجعل من بوسان مدينة عصرية وجاذبة للسياح قريبا سننشر المزيد عن وجهة كوريا وسنضع الروابط في الوصف ثلاثة وانغغو تشتهر تلك المدينة الواقعة في جنوب كوريا بجمالها الطبيعية حيث تحيط بها الجبال والوديان الخضراء تشتهر غوانغغو بالطبيعة الهادئة مما يجعلها مكانا مميزا للإقامة والانسجام حديقة مايا نغسان الوطنية واحدة من أجمل معالمها وتوفر مسارات رائعة للتنزه وتسلق الجبال تعرف غوانغغو بمأكولاتها الكورية اللذيذة وأسواقها التقليدية الغنية مثل سوق يانغدونغ أربعة جزيرة جيجو تتميز الجزيرة بشواطئها الرملية اللامعة ومياهها الفيروزية مثل شاطئه يونغغو الذي يجذب السياح من جميع أنحاء العالم جبل هالسان البركان الخامل الذي يرتفع في وسط الجزيرة يقدم فرصا مذهلة للتنزه والاستمتاع بالإطلالات الخلابة بالإضافة إلى ذلك تنتشر في جيجو الحقول الخضراء والبساتين التي تنتج الفواكه الطازجة مثل البرتقال تشتهر الجزيرة أيضا بتماثيل دول هاروبانغ الذي تعد رمزا فنيا مميزا في كوريا الجنوبية ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك خمسة انتشون مدينة حديثة ومزدهرة تقع على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية وتجمع بين الأصالة والعراقة في آن واحد تعد المدينة بوابة دخول رئيسية للبلاد بفضل مطار انتشون الدولية الذي يعتبر أحد أفضل المطارات في العالم تنتشر بأرجائها العديد من المعالم الطبيعية مثل حديقة سنترال بارك في سونغدو والتي تجمع بين الطبيعة والمرافق الحديثة لا تفوتك فرصة الاستمتاع بمشاهدة الجسور الحديثة والهندسة المعمرية المتقدمة ستة جزيرة نامي تقع في نهر هان وتشتهر بمناظرها الساحرة وأجواء أهل هادئة وتعرف بأشجارها العالية التي تصطف على جانبي الطرق وتخلق أجواء رومانسية خاصة في فصل الخريف عندما تتحول الأوراق إلى ألوان ذهبية وبرتقالية تضم الجزيرة بحيرات هادئة وحدائق مزهرة وممرات مشجرة مما يجعلها الوجهة الأنسب للنزهات العائلية يمكنك استئجار الدراجات الهوائية للتجول في أرجاء الجزيرة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية هناك أيضا مجموعة متنوعة من المنحوتات والمرافق الفنية والتي تضيف لمسة جمالية للمكان شارك الفيديو مع من ستسافر إلى كوريا معه ثانيا أهم المعلومات واحد ما هو طقس كوريا وأفضل وقت للزيارة تتميز كوريا بمناخ قري معتدل مع فصول متميزة الصيف يمتد من يونيو إلى أغسطس ويكون الطقس حارا ورطبا بدرجات حرارة تتراوح بين 25 و 35 درجة مئوية الشتاء يمتد من ديسمبر إلى فبراير ويكون الطقس باردا وجافا مع درجات حرارة تتراوح بين سالب 5 و 5 درجات مئوية أفضل وقت لزيارة كوريا هو في فصل الربيع من مارس إلى مايو وذلك لمشاهدة تفتح الأزهار والخريف من سبتمبر إلى نوفمبر للاستمتاع بألوان أوراق الشجر المتغيرة اثنان ما هي خيارة الفنادق في كوريا وما هي أسعارها فنادق ثلاث نجوم توفر إقامة مريحة بأسعار تتراوح بين 50 و 100 دولار فنادق أربع نجوم تقدم خدمات جيدة بأسعار تتراوح بين 100 و 200 دولار فنادق خمس نجوم توفر راحة بأسعار تبدأ من 200 دولار وتصل إلى 400 دولار ثلاثة ما هي تكلفة تناول الطعام في مطاعم كوريا؟ المطاعم الشعبية والمحلية بأسعار تتراوح بين 10 إلى 30 دولار المطاعم السريعة بأسعار تتراوح بين 5 و 15 دولار المطاعم الفاخرة بأسعار تبدأ من 30 دولار وقد تصل إلى 100 دولار أربعة ما هي أفضل الأسواق في كوريا؟ سوق دونغ دايمون في سيول سوق نام دايمون في سيول سوق جاكال في بوسان خمسة ما هي المدة المثالية لقضاء عطلة سياحية في كوريا؟ ينصح بقضاء ما لا يقل عن 7 إلى 10 أيام في كوريا لزيارة المدن الكبرى مثل سيول وبوسان والمناطق الطبيعية ستة ما هي المنتجات التقليدية والهدايا التذكارية التي تشتهر بها كوريا؟ المستحضرات التجميلية الكورية الملابس التقليدية الشاي الكوري والمأكولات التقليدية المنتجات الإلكترونية والهدايا التكنولوجية سبعة هل مياه الصنبوري آمنة للشرب في كوريا؟ نعم مياه الصنبوري في كوريا تعتبر آمنة للشرب وتلبي المعايير الصحية العالمية ثمانية ما هو متوسط أسعار البقالة في كوريا؟ متوسط تكلفة البقالة الأسبوعية لشخص واحد يتراوح بين خمسين إلى مئة دولار تسعة ما هو متوسط سعر الطيران الداخلي في كوريا؟ يمكن تقدر متوسط السعر بين خمسين إلى مئة وخمسين دولار للرحلات الداخلية عشرة هل كوريا بلد آمن للسياحة؟ نعم كوريا تعتبر واحدة من البلدان الآمنة للسياحة في العالم مع اتخاذ الاحتياطات العادية في الأماكن العامة والمزدحمة أحد عشر ما هي وسائل المواصلات في كوريا؟ وكيف يمكن استخدامها بشكل اقتصادي؟ القطارات وسيلة النقل الرئيسية والسريعة بتكلفة تتراوح بين عشرين إلى خمسين دولار للرحلات الواحدة المترو بتكلفة تتراوح بين واحد إلى ثلاثة دولارات للرحلات الواحدة الحافلات تغطي معظم المناطق بتكلفة تتراوح بين واحد إلى خمسين دولارات الدولارات للرحلات الواحدة التاكسي تبدأ تكلفة الرحلة من حوالي اثنان ونصف دولار للكيلو متر الأول السيارات المستجرة يمكنك استئجار سيارة بتكلفة تتراوح بين خمسين إلى مئة دولار يومياً اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد